تعرف من حضرتك يا دكتور على أحدث متحورات فيروس كورونا أوميكرونو بالتحديد اللي ظهر بـ A2 عايزين نعرف ايه الجديد في فيروس كورونا ويعني صفاته وخصائصه كده وبالمقارنة مع زي ما حضرتك قلت بداية ما ظهر الفيروس فيروس الكورونا بشكله جديد اللي هو الأوميكرون والاسم المتحور الصغير اللي طلع منه زي ما حضرتك قلت الـ A2 أولا الأوميكرون ابتدى يديني أمل كويس قوي إنه هو في أغلب الحالات ما بينزلش على الجهاز التنفسي السفلي أقصد ما بينزلش على الرئاتين يعني ما بيعملش التهاب رئوي فيروسي في 99% من الحالات وما بيعملش فشل تنفسي ودي علامة طيبة معناها إنه هو الحالات ما تدخلش رعاية المركزة من فشل تنفسي ممكن تدخل من حاجات تانية بس مش فشل تنفسي اللي هو أصعب حاجة وأشد حاجة وبعد كده أعراضه مدام على الجهاز التنفسي العلوي هتكون في الأنف رشح زكام عطس انسداد حرقان في الزور صداع تكسير بالجسم وكلها درجات خفيفة حرارة طبعا رفع بدرجة الحرارة وساعات تبقى عالية قوي لكن تهدأ مرة تانية يعني نقدر نقول إنه هو إصابة مخففة جدا من عدوى الجهاز التنفسي العلوي وده في حد ذاته إنه هو يعني إيه ما يدخلش فيه مضاعفات اللي كنا بنشوفها قبل كده وعلشان كده دكتور إحنا لاحظنا الوقت اللي فات وحسب تصريحات وزارة الصحة إنه نسبة دخول المستشفيات من أوميكرون أقل بكتير من كورونا في الأول صحيح صحيح محليا في مصر وصحيح عالميا قبل ما يوصل المايكرون مصر إحنا كنا متابعين الموقف برا وعارفين التصرف بتاعه وعارفين إنه هو بالفعل حالات دخول المستشفيات زي ما حتك قلت إنها أقل بكتير والحالات الشديدة أقل بكتير يعني حتى لو انتشرت الحالات بسرعة يعني الانتشار كان سريع فعلا انتشار سريع لكن حدته قليلة والحالات الشديدة بالضبط كده حالات شديدة قليلة ده معناه إن إحنا أصبحنا في حالة مخففة منتشر وبقوة ولكن حالات خفيفة في إغلبها ما تستدعيش دخول المستشفيات وبالتالي يا دكتور مع كلام حضرتك اللي بتقوله عن إن الأعراض قلت ونسبة دخول المستشفيات قلت هل قرابنا من فكرة إن فيروس كورونا يبقى زيه زي فيروس الإنفلونزا ونتعيش معه بشكل طبيعي؟ لو اتبعنا الخط الوبائي للتصرف الوبائيات نقدر نقول إن الكلام ده نظريا متوقع هل حصل أو لسه؟ عندنا أمل كبير قوي إن ده يكون فعلا اللي حصل وإن مايكرون يكون هو وهذا اللي حصل فعلا بداية بداية انحسار الجائحة وإذا ظهر بعد كده يظهر بشكل أخف أو يبقى موجود ولكنه يبقى متوطن في أماكن بدون ما يبقى وباء عالمي عندنا أمل من كده متصرفات الوبائية زي ما شفنا فين الفورنزا الخنزير دلوقتي فين الفورنزا الطيور فين سارس نفسه اللي هو الأصل سارس 2 اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الكورونا المستجد كنا بنسميه المستجد قبليه كان فيه كورونا الجديد اللي هو الفيروس الفيروس بتاع الجزيرة العربية كان نسمي ساعتها الجديد وبعد كده لما ظهر أحدث منه بقى ده أحدث من الجديد المستجد وبالتالي فين الفيروس هات دي دلوقتي أصبحت موجودة مستخبية متوطنة في أماكن لكنها لا تصل أبدا إلى درجة الوباء يعني لو فيه فترة معينة يعني عدت في الفترات اللي جاية في المستقبل ممكن تكون الدقيقة عشان نبدأ نحس ان احنا تطمننا شوية لفيروس كورونا أنا مش قادر حد الفترة الزمنية لكن العلم الوبائيات تقريبا بيتكلم في سنتين أو تلاتة وحنا عدنا السنتين دلوقتي ما تنسوش برضو في حاجة مهمة جدا أنه هو المناعة بتاريت تظهر وتتزايد وسط الجموع البشر صحيح في الأول ما كانش فيه منعة خالص في الفيروس بيدخل يهاجم أي إنسان ويدخل فيه بسرعة بالما جسم الإنسان يبتدي يجهز نفسه بياخد فترة طويلة أيام أيام هو كانت توصل إلى عشرة أيام أو أسبوعين على بال ما الجسم يبتدي يجهز جيش دفاعي خلايا تبتدي ترد على الغازي الجديد دلوقتي من المناعة القطيع اللي هو تعادى قبل كده عدوة غير منظورة عدوة خفيفة ابتدى جسم الإنسان يبقى جاهز للعدوة التالية إذا تعادى مرة تانية بالفيروس يقاوم فورا في خلال ساعات بقول مش في خلال أيام ولا أسابيع وبالتالي المقاومة سريعة يعني ما تدخلش في أعراض شديدة